السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب النهاردة معانا اول حلقة على القناة وان شاء الله هنستمروا معاكم في حلقات الاحياء معانا الدرس التاني من الاحياء هو تابع التغذية الذاتية طلاب الصف الثاني الثانوي ان شاء الله هنستمروا معاكم ونحل الكتاب كله وكمان في مادة الفيزياء فياريت تعملوا سبسكرايب للقناة علشان القناة تكبر علشان يبقى فيها عاد اكبر من كل راب اللي عند اي استفسار او سؤال يسيبولي في الكومنتات وان هرد عليه معانا اول سؤال تتميز سوق النباتات العشبية مقارنة بسوق الاشجار المعمرة بوجود انسجة انسجة برانشيمية ولا كولانشيمية ولا سكرانشيمية ولا كولورانشيمية هي هتبقى كولورانشيمية ايه السبب بقى زي انت عارفين لما تحنقل من بكس ولو في حاجة وارفة عليك طبعا هنجيب الكتاب عندنا هنا في الكتاب بتاع الشرح اكتوب انسجة كولورانشيمية خلوها نقرأ كده تساهم السيقان العشبية الخضراء بقدر ما في عملية البناء الضوئي وذلك الاحتواءها على انسجة كولورانشيمية في بلاستيدات الخضراء يبقى هنا اول سؤال كولورانشيمية نيجي على السؤال التاني عندها تعرض النبات اليوم مشمس اي مما يلي يزداد معدل خروجه من الورقة خلوها نشوف كده سي او تو هل سي او تو ده بيخرج من الورقة اصلا لا طبعا السي ال او تو اللي هو الاكسوجين هو اللي بيخره لكن النبات بياخد السي او تو مش بيطلعه بالنسبة للنيتروجين فده اصلا عنصر اساسي بياخده من التربة والهايدروجين نفس النظام فاللي هيطلعه يا شباب زي ما احنا عارفين الاكسوجين تمام بالنسبة لسؤال رقم ثلاثة عند تعرض النبات لفترة اصلا طويلة اي مما يلي يزداد خروجه من الورقة لما النبات يبقى في حتة وزل المزامين انتو عارفين النباتات بتبقى موجودة في الشمس على طول لما النبات بقى منبقاش في الشمس فاكيد مش هتحصل عملية البناء الضوئي طب ايه اللي هيترتب لما متحصلش عملية البناء الضوئي لما يبقى في اصلا فالنبات هيطلع ساني اكسيد الكربون لان طبعا مستحيل يطلع الاكسوجين الاكسوجين بيحتاج عملية البناء الضوئي وعندنا النيتوجين ان عنصر اساسي بيجي من التربة وكذلك الميا عنصر اساسي بيجي من التربة ازاي هيطلع مياه مستحيل ده لو في عملية البناء الضوئي ممكن لكن هنا لا فعندنا لو حزيتنا اصلا اجابات مش هتطلع على ساني اكسيد الكربون سؤال رقم 4 جدر خلايا بشرة ورقة النبات غير ممفزة للماء بسبب ترصب الكيوتين السلولوز الباكتين السيوبرين قلنا ان عندنا مادة الكيوتين يا شباب ويا بنات مادة الكيوتين دي مادة غير ممفزة للماء والكلام ده موجود في الشرح لكن السلولوز دي مادة لازجة اما الباكتين والسيوبرين فهما مواد منفزة للماء فعندنا الاجابة هتبقى الكيوتين السؤال اللي بعده السؤال رقم 5 للفاقيين ركزوا يا جماعة في السؤال ده ممكن توقفل فيديو وتحلوه بعكاية تشوفي الايام الجدوى المقابل يبين عدد الباستات الخضراء في سلاسة انواع من خلايا النباتات اللي هم البشرة والطبقة العمادية والطبقة الاسفنجية نبات زو فلقطين اي الاختيارات التالية يبين العدد الصحيح للباستات الخضراء نباصي كده يا شباب عندنا دي النسج العمادي معروف ان هو اكتر حاجة فيها باستات tego بعد كده اعلى بعد اك당히 هنا اقل بعد ذلك هنا اقل يعني اكبر واحد النسج العمادي بعد تلك النسج الاسفنجي بعد ذلك البلسة العلية البشرة العلية اللي هتبقى بصفر اللي هتبقى وطبقة العمادية هاكبر شي والطبقة الاسفنجية الوصيد فالآículos العمائة رقم 2000 انيقل زوء رقم 6 أي مما يقلي يحتوي على أعلى نسبة من حوايبات النشاة. لو نفتكري يا شباب ان حوايبات النشاة دي موجودة فيين يا شباب موجودة في البلسيدة الخضراء. الخصف بالشرح بتاعنا يا شباب مفصل وكل حاجة هتعرفها. فتماما وجودة في البلسيدة الخضراء وقلنا اكتر منطقة فيها بلسايات الخضراء فين؟ ايوه النسيج العمادي او الطبقة العمادية. يبقى عندنا هنا نسيج العمادية. كبولية الخضراء والارجوانية يحدث في التفاعلات الضوئية ولا ضوئية على الترتيب خلينا نشوف كده أول إجابة تكوين كابريتيد الهيدروجين وأنشطار الماء زي احنا عارفين كابريتيد الهيدروجين هو اللي بينشطر وبينقسم أهو كابريتيد الهيدروجين هو اللي بينقسم أهو بالشكل ده أما الماء فبينكونه بينكونه فين بقى أهو ال H2O ال H2O فهنا طبعا هنختار الإجابة جيم لو جربنا بقية الإجابات هتطلع غلط ويعرف أنك لو تقفت على سؤال بتحول أنك تشيل الإجابات المصطح حتى في المواد الثانية برضو كده وتختار الإجابة الأمثل السؤال الثامن عندي هنا يتم تصنيع أكبر كمية من القرباهيدرات في التركيب رقم زي ما نشايفين كده يا شباب الرسمة اللي قدامنا دي رسمة إيه الرسمة بتاعة النسيج أو تركيب الورقة أهو يا شباب أهو الرسمة اللي عندنا النسيج الوعائي النسيج الاسفنجي البشرة البشرة العليا ودي البشرة السفلة وهنا بقى الجزء اللي في النص ده زي ما احنا عارفين دي النسيج الوعائي اللي بيبقى موجود فيه الخشب وموجود فيه اللحاء فلو جينا نبص هنا وبيقولك يتم تصنيع أكبر كمية من القرباهيدرات وإحنا لسه من كلمين أي هي القرباهيدرات؟ حويبات النش حويبات النش موجودة فين؟ في البستات الخضراء بلسي الخضراء موجودة بكسرة فين؟ في الجزء رقم 2 لأنه بيقولك أكبر كمية أنه بيقولك بقى يوجد أعلى تركيز من المركبات المحتوية على عنصر الماغنيسيوم لو انتوا فاكرين عنصر الماغنيسيوم ده من العنصر أساسية اللي بتبقى موجودة بكسرة في البستات الخضراء فيبقى الإجابة عندنا برضو رقم 2 حتى لو جينا نشوف برضو رقم 3 ورقم 4 ورقم 1 هنلاقيهم غلط أي من الأجزاء الموضحة بالشكل يحدث فيه عملية البناء الضوئي عملية البناء الضوئي بتحدث في المكان اللي فيه بلستات الخضراء يعني هتحدث في 2 وفي 3 وفي 4 سوري في 2 وفي 4 في النسيج الوعي والنسيج الأسفنجي هيبقى عندنا هنا 2 رقم 4 رقم 4 يتم استخدام أكبر كمية من CO2 في الجزء زي ما احنا قلنا CO2 بيستخدم في البلستات الخضراء فأكتر كمية فيها بلستات خضراء هيتم استخدام فيها CO2 فهنستخدمه في الجزء رقم 2 اللي هو النسيج العمدي رقم 9 ينفذ الضوء إلى داخل ورقة النبات بينفذ من خلال منطقة غير منفزة الماء تسمى الصغر تعالوا كده نبص في الرسمة عندنا هو الصغر الماء بيعد من هنا لهنا هيبقى في الطبقة الغير منفزة للماء عندنا السؤال رقم 10 أي المعادلات التالية هي الأنسب تعوينا عن عملية البناء الضوئي في النباتات الخضراء زي ما انتم عارفين المعادلات بتاعتنا في النباتات الخضراء المعادلة الأولى وهنا المعادلتين التانيين هما شباب خلونا بقى نبص هنا كده عن المعادلات دي المعادلة دي خلونا نشوفها كده CO2 زائد 2NADBH2 زائد 3ATB زائد 2H2O زائد الماء هيدينا مع طاقة ضوئية هيدينا 1 على 6 C6 على H12O6 اللي هو الجلوكوز زائد 2NADB زي ما انتم عارفين المعادلة دي المفروض يبقى فيه عندنا هنا أكسوجين بالرغم من كل ده مش لازم نقرأ كل ده احنا هم حاجة عندنا أكسوجين متصاعد في المعادلة معادلة بتاعتنا هي لازم يبقى فيه اكسوجين متصاعد فلو شفنا يعني في المعادلات فنلاقي ان هي أول واحدة الصحة بس انا بقولك عشان لو ما لقيت لو لقيت معادلة تانية لقيتها بطريقة تانية هتشتغل بطريقة الحاسف هتبص في الكتاب هتلاقي معادلة الأنسب هي الأولى تمام؟ هي اه تقولي فيه حاجات نقصة لكن هي أنسب واحدة السؤال رقم 11 لا تستطيع النباتات الخضراء ان تعيش في أعمال بعيدة عن المحيطات وذلك لأن النباتات الخضراء ليه ما بتعيش في المناطق البعيدة عن المحيطات؟ ده علشان المحيطات فيها مية ولا علشان ايه؟ تعال نشوف اول اجابة الطربة المناسبة لتثبيت الجزور النباتات غير موجودة؟ لا موجودة هنا وهناك أنه تركيز الأكسوجين عالي جدا؟ لا تركيز الأكسوجين متساوي شدة الضوء منخفضة جدا؟ اه طبعا شدة الضوء منخفضة جدا في أعمال بعيدة عن المحيطات بتكون ما فيش ضوء فما بيتمش عملية البناء الضوئي الرقم 12 في عملية البناء الضوئي تكون النباتات الخضراء باستخدام النباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي بتستخدم ايه؟ بتستخدم الطاقة علشان تنتج الأكسوجين والماء والجلوكوز زي المعادلة بتاعتنا هنا استخدمت الثاني أكسيد والكربول والماء في طاقة لإنتاج الجلوكوز والماء وثاني أكسيد والسوري والأكسوجين السؤال رقم 13 أي من المعادلات التالية يوضح عملية التغذية في الشكل المقابل زي أنت شايفين كده في الشكل المقابل فيه سهم هنا داخل بيدخل حاجة اللي ايه وهو اللي بيدخل المية أو بيدخل الحاجات للنبات من خلال الوعاء أو اللحاء وهنا عندنا الدي بتطلع لبره وعندنا البي طلع لبره السي دي عملية البناء الضوئي والدي اللي بتطلع دي الأكسوجين والبي بتعبر عنه اللي بتسمع عملية الندح فعندنا لو جينا نبص الإجابة الصحيحة اللي هو ايه دخول واسي دخول وبي خروج ودي خروج السؤال ده سهل أصلا السؤال رقم 14 الماء فيه نواتج المعادلة المعادلة اللي قدامنا دي موجود عندنا في الكتاب صحيحة 26 المعادلة بتاعة النباتات الخضراء هل بقى المعادلة بتاعة النباتات الخضراء دي بتكون في التفاعلات الضوئية ولا التفاعلات اللا ضوئية طبعا التفاعلات اللا ضوئية ليه بقى زي ما هتشوف كده فيها ساني أكسيد القربون وفيها جلوكوز وزي ما انتعارفين التفاعلات اللا ضوئية بيبقى فيها الجلوكوز وفيها ساني أكسيد القربون وبيتحول لأكسوجين رقم 15 العملية المعاكسة لعملية الفاسفراء الضوئية هي انتاج انتو عارفين يا جماعة ان في عملية الفاسفراء الضوئية بتحول ATB إلى ADB طب لو عاكسناها بقى النواء ADB هيتحول لATB يبقى الإجابة لإما باق لإما جين طب ماشي العملية دي بتتم فين بقى في الجرانة ولا استرومة لا العملية دي بتتم في الاسترومة ايه السبب انها بتتم في الاسترومة عشان هي تفاعلات لا ضوئية نيجي الرقم 16 في عملية الفاسفراء الضوئية تكون النباتات الخضراء باستخدام خلا ما نبص كده الاول إجابة اللا بتستخدم مية لا مستحيل الفاسفراء الضوئية ما بنستخدمش مية خالص طب هنا اصلا ما بنستخدمش CO2 يعني CO2 والمية اصلا غالب فهنا هتبقى الإجابة الصحيحة الضوء والكرولفيل والADB بنستخدم ADB عشان نحويل ATB وبنستخدم الضوء والكرولفيل رقم 17 إذا غاب مركب ال NADB وعارفين المركب ده اسمه ايه؟ اتحاد عنصر ال N مع ال ADB تمام؟ اللي هو ال ADB اللي ناتج من ال ATB من الطابق طيب ايه جانت وظيفته عندنا ان هو بيشد سبسل اكسيد الكربون لو سبسل اكسيد الكربون ايه اللي هيحصل؟ زررة الاكسجين بتهرب وتروح للهايدروجين اهو زي عندنا هنا كده ال NADB بتحافز على زررة الهايدروجين هنا فمن خلالها بتعمل على تسبيت ساني اكسيد الكربون رقم 18 في البلستيدات الخضراء تتحول مركبات ال ADB وال NADB الى هل هي بتتحول مركبات ناقلة للطاقة او بتحول مركبات ناقلة للطاقة بتحول مركبات ناقلة للطاقة بتحول مركبات كمان ناقلة للهيدروجين بس تركزوا دي بتتحول لطاقة الاول بعكية الهايدروجين رقم 19 تتم في عملية البناء الضوء على مرحلتين وتتاليتين من التفاعلات البايو كيميائية كما يخص المرحلة الاولى فقط تركزوا كنا المرحلة الاولى في المرحلة الاولى بيتم تسبيت ثاني اكسيد الكربون دي تلمترون بيتم تسبيت ثاني اكسيد الكربون تذبيت ثاني اكسيد الكربون بيتم تخزين الطاقة وهو حدوث الفسفرة الضوئية واتحاد غاز الاكسوجين ده اللي بيحصل فين في التفاعلات اللا ضوئية بعد كده السؤال رقم 20 مصدر الطاقة اللازمة لتثبيت غاز CO2 في ألباسيات الخضراء هو؟ بيتهيق لي بقى اقول لنا السؤال ده كتير المصدر الاصلي الATP اللي بيحصل ايه في التفاعل اللا ضوئي؟ اللي بيحصل ايه في التفاعل اللا ضوئي؟ بيتم تثبيت غاز CO2 اهو السؤال ده موجود في الكتاب بتاعي السنة اللي فاتت والسؤال ده مش هتلاقوا حد عن اليوتيوب منزله هتلاقوا كل اللي عليوش في خليم من عن الكتاب القديم فاحنا دلوقتي هنجابه بيقولك بيشير رقم واحد الى عندنا رقم واحد هيشير الى ال H2O طب ايه السبب بقى يا معلم؟ ان هنشوف الاول السين دي بتعتبر عن ايه؟ والصاب بتعبر عن ايه؟ السين بتعبر عن اسوتروما والصاب بتعبر عن الجرانة لان الجرانة هي اللي بيخرج منها جولوكوز اما السين بيدخل فيها هيروجين تعالوا كده نجرب ندخل مثلا رقم واحد تبقى ATB طبعا ماينفعش الATB هنا نجرب مثلا يبقى فيها CO2 طبعا ماينفعش الاكسوجين ماينفعش كمان الكربون فهو اللي هينفع عندنا ال H2O ان هو بيدخل هيدروجين كده للنبات وبالستروما يعني وزي ماينفعش كده الهيدروجين بيقوم يتحول الى ال NADBH2 اللي هو عندنا رقم اربعة هيتحول الى NADBH2 ورقم ثلاثة هتشير الى الطاقة اللي هو ال ADB اللي هتتحول لبصه لما ال ADB هيدخل هنا في رقم ثلاثة هيخرج هيخرج مكونا برضو ال ADB اللي موجودة هنا اخدنا من هناك الهيدروجين من بتاعة المية وطلعنا بها الاكسوجين يعني فيه اكسوجين طلعة من هنا رقم اربعة يشير كلام من سين وصاد قلناها دي هتبقى الستروما الستروما ورقم صاد الجرانا رقم اثنين وعشرين تتم التفاعلات اللي هو ضوائية في الستروما فيه وجود كلها من ثاني اكسيد الكربون وايه تاني بصوا هنا كده في ال ADB و ال NADBH2 هاي جماعة الرسمة بتاعتنا ال ADB هاي بتتتحت في التفاعلات اللي هو ضوائية مع CO2 فهيبقى عندنا هنا ناقص ال ADB هتبقى الاجابة رقم ألف اتمنى تكونوا فهمتوا السؤال رقم 23 الوظيفة الاساسية للتفاعلات اللي هو ضوائية فيه البلاسات الخضراء هي هل استخدام ال ADB لاطلاق CO2 لا طبعا الوظيفة الاساسية عندنا في التفاعلات اللا ضوائية هو انتاج الجلوكوز والجلوكوز بيعبر عن السكريات البسيطة هتبقى اللي اجابة معنا رقم ذلك رقم 24 تفاعل الاختزال تحدث داخل بلاسات الخضراء فيه اذا احنا عارفين تفاعلات الاختزال بتحصل فيه الجرانة والسوترومة اما التفاعلات اللا ضوائية بتحصل في الجرانة ايه سوري التفاعلات اللا ضوائية بتحصل في السوترومة والتفاعلات الضوائية بتحدث في الجرانة وده الفرق ما بينه لكن في الاختزال هم اللتنا رقم 26 التفاعل الذي يحدث فيه السوترومة ولا يحدث في الجرانة لسه متكلمين عنهم يا شباب التفاعلات اللا ضوائية اللي هي بيحدث فيها تركيب مركب سلاسي الكربون من مركب سلاسي الكربون ده اللي هو البي جي اي ايل رقم 27 تفاعلات اللا ضوائية من البناء الضوائية تكون البي جي اي ايل من اتحايد الساني اكسيد الكربون مع الماء طبعاagan انتاج ال80B من العكس ال الب من الاختزال ان تفاعل ساني اكسيد الكربون مع كرولفيل لا تفاعل ساني اكسيد الكربون مع الهايدروجين بيقولك عاد جذيئات البي جي ايل اذا بيعبر عن السلاسي الف draufوسفور اللازمة لتكوين جزيئ جلوكوز زي ما انتم عارفين الجزيئ الواحد من زي ما انتم عارفين في جزيئ الجلوكوز بتكون 6 وعدد الجزيئات الموجودة في البي جي بتكون 3 فهنضرفها في 2 فهتبعد الجزيئات 2 رقم 29 جزيئات الفوسفو رقم 29 اي من المركبات التالية يتفق مع التفاعلات اللا ضوئية طبعا الاكسوجين رقم 30 جميع المركبات التالية تتكون عند تعرض تحلو بأكولوريا للضوء لمدة سنيتين فقط معادة بص يا جماعة دي المعادة اللي بتتكلم عن الموضوع باختصار هيتكون عندنا الجلوكوز والبي جيئ ال والأي تي بي معادة ده ده بيتكون في المعادلة التانية مالووش علاقة بالتجربة دي خالص الشيخ يا باب هو نظرا ان ما فيش مساحة على الجهاز فان شاء الله هنزلكم حلقة تانية هنحل كل المقالي وهنحل بقية اسئلة الاخر لو عايزين الباقي اكتبوا تم في الكومنتات علشان ابعث